بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء العاشر من الفصل السادس لمكرر نظم التشغيل في الجزء ده إن شاء الله نتكلم عن موضوع اسمه Page Default Frequency Scheme يعني إيه الكلام ده يا جماعة هتعالوا نشوف مع بعض بنقول Page Default Frequency Scheme وفيها هنتكلم عن علاقة Page Default بعدد الفريمز للبروسس بمعنى إيه؟ بمعنى إحنا عارفين كويس دلوقتي إن كل ما البروسس الفريمز بتاعتها زادت في المموري كل ما البيج فولت قلت وده شيء منطق مش كده؟ جميل طيب دلوقتي بيقولك إيه بقى؟ بيقولك خلي بالك لو البروسس حسينا إن هي البيج فولت بتاعها منخفض قوي يعني ما بتعملش البيج فولت كتير فمن الأولى إن إحنا نخلقها تفقد بعض الفريمز بتاعتها؟ فعلا كلام صحيح يعني يبقى عدد الفريمز يتناسب مع عدد مين؟ مع عدد البيج فولت؟ مش كده ولا إيه؟ طيب نقولك كلمتين دول مع بعض بيقولك إيه؟ If actual rate to low يعني لو البيج فولت الريد بتاعه قليل البروسس هتفقد بعض الفريمز loses frame معا يا جماعة؟ جميل طيب وفيه طبعا زي ما اتفقنا نفعل لكم ما بين عدد الفريمز؟ وإيه؟ والبيج فولت؟ إيه هو؟ طبعا إحنا قلنا دلوقتي كل ما إيه؟ ما زاد البيج فولت ده معناه إن الفريمز قليل مش كده؟ وإن البروسس محتاج فريمز كمان؟ والعكس صحيح صح أو لا؟ جميل يبقى نقول مع بعض كده صحيح 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 بحكه towards 20% فريكوانسي استولو. زين بروسز مي هاف تو ميني فريمز. يبقى في علاقة جماعة ما بين ايه البيج فولت ومن مين الفريمز اللي ايه ايه التي تتخص للعملين. جميل. طيب. اه في رسمة قدامي هي ايه انا انا عزيح لك تشوفها معايا. رسمة قدامي. الرسمة دي بتقول ان في علاقة ما بين النمبر الفريمز والبيج فولت ريت. يعني ايه? يعني كل ما زاد النمبر الفريمز قدامك اه? ها? كل ما زاد النمبر الفريمز كل ما قال للبيج فولت اه قدامك. جميل? حلو. طيب. في بعض الاعتبارات المهمة. يعني واحنا بنتكلم عن البيج ربليسمنت الاجوريسمنت. نتكلم عن البيج فولت. ها? في حاجة او في معايير مهمة. خلي بالك منها. ولازم تطبق وتأخذ في الاعتبار. زي اه جماعة? زي موضوع البريبيجينج. يعني ايه? يعني ايه? التمهيد للتصفح. يعني ايه? ما قبل التصفح. يعني ايه ما قبل التصفح معناها? ان خلي بالك. يعني المفروض ان نظام التشغيل دايما يتنبأ بالبيجز اللي دايما احنا محتاجينها. واللي دايما ايه? ها? مطلوبة. واللي ايه? والتي تتبع البروسيس اللي تتعمل الان. في اذا محتاجين نوع من انواع التنبؤ بالبيجز. ليه? عشان نعرف مين البيج اللي هتدخل? ومين البيج الفيكتم اللي هتخرج وتروحها على ايه? توعد على تخرج ديسك. مش كده? اه. اذا خلي بالك بقى موضوع ايه? ما قبل التصفح ان لابد ان يصبق التصفح ده او يصبق الصفحات ايه? التي تحمل تحمل في الزاكرة. واللي تخرج من الزاكرة. لابد ان يصبق نوع من انواع التنبؤ او البريديكشن. نقول مع بعض. تراي تو بريديكت بيجز. ذات والبي نيدد ان دلوتش اهيد اوف تايم. لازم نوع من انواع التنبؤ. وفي ملحوظة رقم ايه اتنين. احنا قلنا دي ملحوظة رقم واحد. ملحوظة رقم اتنين بقى. اسمه البيجي سايز. بيقولها خلي بالك ان ايه? ان كل ما بيرجي سايز بتاعها بيزيد كل ما محتاجنا زيادة في بيرجي تيبل. ايوا في ايه مبت symmet před. ايه ايه. في بيرجيال طاول. وده يدبعوا ايه رجالي? ايه ايه بقى؟ يدبعوا ايه بقى يدبعوا ان الهاردوير هيزيد. هيبقى في كيف هاردوير اكتر? لان البيجي تيبل هيزيد معي perish what makes worse? فبوضلك ايAAيه اخب振 بستيبل في الزاكرة. كم اتواب sıايزز من الزاكرة هيزيد. معي؟ فبقولك اللع حسناigan كده جميل يعني هبقى في مور هاردوير طيب نقل مع بعض كمتين دول نقول لك البيجي سايز افكت ازا بيجي تيبول سايز وان البيجي سايز ايه خلي بالك بالهاردوير جميل في بقى الملحوظة رقم ثلاثة اللوج دي بيجيس ان في بعض البيجيس اللي هي ايه مغلقة ما يعني ما بنقدرش نقلها او بنقدرش نحركها من الممور نحطها على الهارد دي بعض ايه في بعض المغلقة يعني لا نستطيع اخرجها يبقى كانت بيرموفد معا يا جماعة طيب طيب في كمان ملحوظة رقم اربعة يا جماعة خلي بالك منها برضو وانت بتدرس الموضوع دود ان في ريال تايم بروسسينج ان العملات اللي بتتم في الزمن الفعلي الزمن الحقيقي تمام CSSA ما ما يبقاش لها تطبيق فعلي في فيالجموري يا جماعة الاخنا قلنا وليها دلوقتي يعني اللي بتصبرتش هي الرFreder economics و بالعكس ده بتي منعوا كمان يعني ما بتوند منعهم ايه لا تدعمه لا لتدعموا مش كدة طيب فازن ريال تايم بروسسينج دايما مش موجود عندي في الاعتبار مع الفيرشوال ميموري. فنقول مع بعض الفيرشوال ميموري إلا إذا في حالة إن لو كان في عندك بيجيز ممكن يحصل لها إيه لوجد أو إغلاق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.